اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة والمسؤولين المعنيين وذلك لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة أمام القطاع الصناعي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلع على إجراءات تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية لتصبح مشجعة للاستثمارات الصناعية والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشأة الصناعية إلى جنب توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي في ذات الإطار اجتمع رئيس السيسي أيضا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة لعرض وتقييم الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية وتحقيق أهدفها كما اطلع رئيس السيسي على جهود التعاون مع القطاع الخاص الصناعي سواء المصري أو العالمي وإجراءات زيادة الاستثمارات الصناعية هذا وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود توسيع مسارات الانتاج الصناعي القائمة وإنشاء مسارات جديدة عبر التغلب على العقابات والتحديات الهيكلية التي تواجه الاستثمار الصناعي كما أكد سيادته الاستمرار في مسار تعزيز دور القطاع الخاص وبزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة اشتركوا في القناة